تفاؤل في شوارع بغداد بعد انتخاب باراك أوباما هنا الكل يتمنى الانسحاب السريع للجنود الأمريكيين من العراق نحن لم نرى من السياسة الأمريكية القبلة أي شيء غير الدمار والوعود الكاذبة طبعا ونحن متانينا وقت يظهر لنا على مدى يسحب القوات الأمريكية لم ينسى العراقيون وعود أوباما الانسحاب الكامل من الأراضي العراقية في غذون ستة أشهر حرب العراق قتلت مائتي ألف مدني وقرابة أربعة ألاف ومائتي عسكريين أمريكي صورة الولايات المتحدة تغيرت في المنطقة وسأت أكثر خاصة وأن أمريكا متورطة في نزاع آخر في أفغانستان وعلى أوباما أن يغير هذه الصورة صورة الولايات المتحدة في الخارج وخاصة في العالم العربي هي سلبية وأعتقد أن وصول أوباما سيسمح بإعادة النظر في هذه الصورة السلبية الناس ليسوا بساذجين سيضعون رئيس الأمريكي الجديد محل اختبار معادات للمسلمين وتأييد لإسرائيل هذه هي الصورة السلبية التي تركها جورج بوش في الشرق الأوسط عام بعد تحريك عملية السلام في أنابوليس مسار السلم بين الإسرائيليين والفلسطينيين ما زال في نقطة البداية ما يريده الفلسطينيون مشاركة قوية للرئيس الجديد والالتزام بالحياة في المنطقة مهمة هذا الرجل سعب خاصة الأمر يتعلق بتجميل صورة أمريكا قبل كل شيء على الرئيس الجديد نزع فتيل النزاع بين واشنطن سوريا وإيران أثناء الحملة الانتخابية تبنى أوباما الحوار المباشر وأكد في نفس الوقت على السرام